زلت جيم وبدأت تتمرى لأكل اللي حواليك بيلعبه أعداد مختلفة عن بعض ده بيلعب عشر عداد ده بيلعب أربع عداد ده يقولك بنشف ده يقولك بضخم ده يقولك بحافظ على جسمي طب هل فعل أن العداد لها علاقة بالتطخيم أو بالتنشيف أو أن تتحافظ بها على جسمك؟ يلا بنا أهلا بيتو في حلقة جديدة معرفة كابتن أوركا النهاردة سأتتكلم عن حلقة مهمة جدا ومونك يكون كل اللي بيشوفوها دلوقتي عارفيني الإجابة وبرضو هيتوهوا مني وهي إيه؟ الأعداد لها علاقة بالتنشيف أو بالتطخيم أو بتثبيت الوزن؟ ولا لأ؟ قبل مجاوبك أحب فكرتك دعانه وتعمل الحلقة لك لا مشتري في كرونتشيك الأول وتفعل زيارة جديدة وصير بيت الحلقات؟ يلا بينا قبل ما اتقوها رقم واحد عشان تكمل حلقة معي للآخر الأعداد ملهاش علاقة نهائي بتثبيت الوزن أو بالضخامة أو بالتنشيف التلاتة دول المعامل الأساسي فيهم هو الأكل يعني أنت لو بتحرق ألف سعر ودخلت 800 هتخص لو دخلت ألف هتسبك لو دخلت 1200 هتزيد يبقى دي رقم واحد طب ليه الناس لحد دلوقتي بتلعب أعداد مختلفة عشان سببين رقم واحد عشان التارجيت بتاعهم أو النتيجة اللي محتاجينها مون يكون فيه ناس بتلعب على كرول انفجارية لو بيلعب مثلا ليفتر مثلا راجل بيرفع رفع اسكرول بيرفع أو زين فبيحتاج حدث قوة انفجارية فيه واحد عاوز يزود عنده الحجم العضلي وخلاص واحد عاوز يزود التحمل العضلي عشان بيلعب لعبة معينة وبيحتاج انه يكون عنده النسبة التحمل العضلي عالية ده نوضوح حلقة تانية انا كان انت عنه قبل كده في انواع العضلات والالياف العضلية والعضلات بتاعت التحمل وعضلات القوة او الحجم ايه عشان ما انتهش طب ايه النوع التاني او السبب التاني ايه يعني ايه ده القاته لو بخس العب عدد قليل او لا ألعب عدد كتير او انت من انصار العدد القليل او انا من انصار العدد لي watersحن. شخصيا اني انا بحب العدد الكتير اللي فوق عشر عدات الو مثلا اثناشر او خمستاشر عدد لسه او بتحرق لا ما هو بتحرقش اتفقنا اني نافتحرقش لوني السبب التاني اني انا بحب diagn foremost seen Au conact with lo we are 20 او 20 عدد انا دلوقتي وانا بطمرن حديد مش كارديو وانا بطمرن حديد بعمل هدم عضل فلازم احاول ان انا احافظ على العميل اللي قدامي ده عشان بيخس دهون او الترجل بتاعه في الفترة دين هو يخسر دهون ان ما يحصلش عنده هدم عضل كتير لان الراجل ده عامل عجز في السعرات الحرارية بتاعته فلو عملت له هدم عضل كتير مش هيحصل استشفى كامل العضلات لان الراجل ده مقل سعراته ما ينفعش يكون الراجل ده مثلا عامل مثلا اقل عامل عجز في سعرات 500 سعر ولا 700 سعر ولا 1000 سعر وده انا اعمله تمرينة يطلع منها ميت ماشي على ركبه وما يدخلش السعرات اللي دسمه محتاجها بالفرق ده كله مرة التانية التالتة هيحصل له اصوابة لان العضل ما بيحصلهاش استشفى كامل وتخش التمرينة اللي بعدها ما يحصلش استشفى يخش التمرينة اللي بعدها ما يحصلش استشفى نفس الكلام يبقى تبليه الريبيتيشن اللي انا بعمله ده بيقلل الهدن لو هتستعمله بوزن خفيف او وسط بيقلل الهدن يعني انا بلعب بالعشرة كيلو بعمل بيها خمستاشر عدة لو انا بلعب بالاثناشر ونص العشرة عدات الاثنين بهم اكوال يعني ايه مش فاهم يعني انت بتلعب الفرق الاثنين ونص ده في الخمس عدات ده هي واحد يا تفتن اللي انت بتعمله ده ايوة طبعا ده ساعتها مسموش وزن خفيف او وزن وسط ده يبقى وصل للفشل العدلي عن طريق الخمستاشر عدة بساعتها العشرة عدات بقت زي الخمستاشر عدة يبقى ما تنفعش مع الشخص دوت لان انا بخليه يخسر دهون وعاوزوا يعمل هدم عضل ضعيف طب ساعتها الشخص دوت اللي هو بيلعب بالاثناشر ونص عشر عدات لما جا لعبه خمستاشر عد لعبه بايه بخمسة كيلو حد اقصى سبعة ونص حد اقصى لان انا عاوزوا العدلة تبتقي تحس بالمجهود بس ما توصلش لمرحلة الفشل العدلي وصلت لمرحلة الفشل العدلي بقت العشرة عدات زي ستة عدات زي الخمستاشر عدة الشخص ده مش محتاج الفترة دي دي هو الفترة دي محتاج ان هو يبتدي يعمل هدم عضلي بسيط مع تمرين الكارديو اللي بيعملها مع عجز السعرات اللي بيعملها عشان هو بيخس وبيخسر دول ما حصلوش تراهولاته باسمه يبقى مجدود وعضلاته تبقى مجدودة ما يحصلوش قتب او اي انحراف قوامي عشان ما بيلعبش حديد او ما بيقويش العضلات بتاعته مش محتاج الهدم العضلي الكبير اللي انا بعمله بالعدد القليل والوزن التقيل بس مش معنا كلامي التاني اهو انه يلعب فرق بسيط في الوزن يعني ما يلعب 12 كيلو انزل للعشرة عشان عمل 15 عد ما هي واحد تتتحض علي وتتتحض على نفسك انا عاوزة بتوصل ل 50% و 60% بالوزن صعب ان انت توصل ل 50% او 60% بعدد قليل يعني لو دلت الخمسة تيلو او السبعة تيلو عشرة عدد ممكن ما توصلش ان العضلة تحس بالتمرين فالساعدت اقول لك لا زود العدد شوية خليت نشرق او 15 عضلة تحس مش ان عشان انا زودت عشان العضلة ان دي بتزود حرق السعرات لا عشان الوزن القليل ده العضلة تتحس به شوية طبعا انا بشجع كل الناس اللي تخس دون تبتدي اتمرن حديد ما يفعش حرس ما تنزل جيم اتمرنش حديد بس دايما اوصائن بتاعتهم لازم الاوزان تبقى في المتوسط من الضعيف للمتوسط مش عاوزين اوزان عالية قوي عليهم لان كمية الهدم دي مش هيعرف في عمالها حلقة دي انا عارف ان ممكن الناس كتير توهمني فيها بس انا بقول لك العدد ملوش علاقة بخسارة الدهون العدد انا باحتره عشان خاطر اقالي للهدم عن طريق ان او اعلو اوزان كتير انه يلعب اوزان قليلة قوي بس يبتدي يحس بالعضلة او يبتدي يحصل نسبة هدم بسيطة في العضلة عشان برضو يحصل له استجابة للعضلات بتاعتي معلش الحلقة دي لو فيها توهان بس خلاص وصلنا لنا حلقة النهاردة اكيد لو عاربيتم حلقة النهاردة مش هستخصى في ان تعمل حلقة لايك لو مش مشتري في كونتشيك الاول تفعل زر دراس اشان توصل بقيتها الحلقات باقياتي مش هستخصر فيها والاصحابة تعملوهم مش هيرا عشانش بحق هما تمان لو عندك سؤال او اقاية توصيل سبق ليك في كومنتيات رد عليهم ان شاء الله شكرا معكم